هاي افريون اي هاي بو اردوين والشالله يا رب الكل يكون بخير اليوم انا معاكم بتصوير انشاء اليونت السادس بعد ما كمنا طبعا سلسلة من تصوير الانشاءات من اليونت الاول الى اليوم وصلنا اليونت السادس راح نشرح الانشاء كالعادة انتم متعودين نشرح الانشاء نقرأ نعيدها مرة ومرتين ووضحكم اهم النقاط الاساسية اللي بي بداية نخل نبلش شنو اسم هذا الانشاء او شنو التايتل اللي اعرف من خلاله انه هذا الانشاء اليونت السادس يقول write a letter اكتب لي رسالة بس يقول لك letter خلي ببالك شغل يعني رسالة يعني شي يريد سراح اوضح لك شي يريد write a letter اكتب رسالة to your bank الى البانك مالتك to complain about a withdrawal سحب شنو سحب او اموال shown on your statement that you didn't make يقول لك ادز رسالة للبانك مالتك قول لهم يا با عندي مشكلة صار سحب للاموال انا ما مسوي انا مساحبة write 100 to 120 words اكتب من 100 الى 120 كلمة بخصوص هذا الموضوع خلي ببالك شغلة خير من 100 الى 120 كلمة ترى ما يدقق عليها بوزاري اهم شغلة تكون انت مكمل انشاء مالتك ما باي نقص يعني الفكرة نعطيها كاملة اذا من اقل كلمة with the withdrawal افتهم طبعا اول شي بما انه هي رسالة راح اكتب dear Mr.Rashid بس هاي دير هنا احط لي اياها انا بالطباعة صارة هنانا جيبها وخليه هنانا dear Mr.Rashid الانسان اللي راح ادز لرسالة دائما ابل لشي بدير احنا اعتقد ما قديره متوسط صح او لا اذا عدي رسالة ابل لشي بديره اكمل your sincerely best وشي ازمعان شنو اذا dear Mr.Rashid I'm writing to tell you I'm writing to tell you انا اذا اكتب حتى اقول لك about a problem in my bank account انا ايد I'm writing to tell you I'm writing to tell you about what about a problem in my bank account انا اذا احتيو اياك حتى اقول لك انه انا عندي مشكلة بحسابي بالبانك account حساب bank هو نفس البانك اذا نعيد I'm writing to tell you I'm writing to tell you about a problem in my bank account about a problem in my bank account اذا انا اذا احتيو اياك حتى اقول لك عن مشكلة بحسابي بالبانك I opened my bank account I opened انا افتحت حسابي البانك اكاونت six months ago من قبل ستة اشهر نعيد I'm writing to tell you about a problem in my bank account يابا انا اذا اخبرك حتى اقول لك انه انا عندي مشكلة بحسابي بالبانك حلو انا انا حلو I opened my bank account six months ago بتحت حسابي بالمصرف يومكم من قبل ستة اشهر إذن I opened ده احتيو ماضي آني I opened my bank account حسابي بالبانك six months ago قبل ستة اشهر since that time منذ ذلك الوقت since that time منذ ذلك الوقت I received my bank statement statement تجي كشف او وصل من يتروح للبانك وقالد لستة اشهر مات شنو استة اشهر كشف وصولات ينطوك اياها بعملية السحب والايداع مات اكمال الاموال فيقول I received my bank statement at the end of the month بنهاية الشهر سلمتوني وصولات of the month without any problem بدون اي مشاكل لحد بدون اي مشاكل خلي نعيد سوية نعيد اول شي ابلش بدير مستر رشيد زياد I'm writing to tell you about I'm writing to tell you about a problem وين الproblem in my bank account in my bank account عيد I'm writing to tell you about a problem in my bank account انا اكتب حتى اقول لك عندي مشكلة when بالبانج اكاونت I opened my bank account six months ago من ذلك تحشيله شوكت بتحت حسابي مالتكي منه من قبل ستة اشهر زياد since that time منذ ذلك الوقت I received my bank statement at the end of month without any problem من ذاك الوقت انا استنم نهاية الشهر الوصولات ما عندي اي مشكلة هذا البارت الاول البارت الثاني مثل ما اتفقنا اعرفوا شوية فراغ وابدي بعبارة حلوة اللي هي however this month لكن بهذا الشهر I received a wrong statement this month this month هذا الشهر I received استلمت ش استلمت a wrong statement واصل شنو بي بي خطأ wrong خطأ statement جلنا واصل أو كشف ايذن however this month I received a wrong statement عن استلمت واصل بي خطأ it showed that شي شوفني I withdrew اني ساحب 25 اني ساحب 25,000 اني ساحب 25,000 اراكي دينار from my account on a friday يشوفني انو اني ساحب 25,000 بيوم الجمعة اوكي مثل اليوم يوم الجمعة اليوم الجمعة هو ما ساحب فلوس فديش شنو المشكلة اذا اعيد this month I received a wrong statement هذا الشهر واصل واصل بي غلط شنو بي غلط it showed that I withdrew طبعا انت عندك withdrew سحب withdrew سحب يسحب هاي فعل to 25 25,000 اراكي دينار اني ساحب 25,000 دينار اراقي from my account on a friday بيوم الجمعة اني ساحب 25 دينار عراقي زين انكمل وانو صنع يوم الجمعة مصح on a friday زين there should be a mistake شنو mistake خطأ لازم اكو خطأ there is شنو there should be a mistake لازم اكو هناك خطأ in fact في الحقيقة ايضا هاي عبارة من ضمن العبارات اللي انا اكد انه تستخدم بالانشاءات مالتكم in fact I didn't make any withdrawal خلي بالك شغلة دا تلاحظ انه اغلب النفي نقول did not منقول didn't damage بالانشاءات بالعادة يكره هذا الدمج صراحة مال النفي يعني ابتعد عن هاي الامور اوكي ابتعد عنها حتى تنحسب لك كلمتين did do not حلو فامتعد عن هذا النفي دائما بالانشاء اكتب did not is not وهكذا اذا يقول الحقيقة انه واني ما سوت اي سحب للاموال on that day في ذلك اليوم i include the bank statement for more details i include انا ارفق يعني وهي الرسالة اللي هو دازها رافق وياها الوصل اللي شوف عملية الغلط for more details حتى تاخذون تفاصيل اكثر قبل لو اصل للبرغراف الاخير خلي نعيد البرغراف الثاني شوية بسرعة يقول however this month i received a wrong statement انا اجاني وصل بي غلط اللي وش يقول it showed شنو شوف that i withdrew twenty five thousand iraqi dinar انا ساحب خمسة وعشرين dinar iraqi okay from my account on a friday بيوم الجمعة زين يقول there should be a mistake لازم اكو غلط لان هو ما ساحب هاي الفلوس in fact i didn't make any withdrawal في الحقيقة انا ما سويت اي ساحب للاموال on that day في ذلك اليوم i in a close انا ارفق the bank statement for more details اكيد راح اقول اش والا جزلي الواصل فقال الان ما بداية دازلك الواصل حتى تقرأ التفاصيل اكثر شون انهيم الانشاء لازم راح اقول لهم اتمنى انه ساعد وانه كذا وكذا فراح اقول لهم i really hope that my problem will be solved so soon اتمنى تكون مشكلتي تنحل بوقت كلش قريب اذا i really hope that انا اعمل my problem مشكلتي will be solved will be solved سوف تحل solve معناها يحل solve انحلت so soon قريبا i'll be waiting for your message راح انتظر منعدكم message اذا انهل انشاء مات انه اعمل تحل لي هاي القضية ويا بق وانتظر منعدكم رسالة فاش راح اقول راح اقول i really hope that انا اعمل i really hope that my problem will be solved my problem will be solved so soon i will waiting for your message راح انتظر المسج منعدكم لازم تكتبون هاي العبارة لان انت عندك عندك لتر رسالة مو انشاء عادي لازم تبلش بديره تنتهب your faithfully your sincerely ليعجبك your faithfully والاسم ما للشخص هو وتكتب لازم بالنهاية ونقطة وكان الله يحب المحسنين من نشوف كلمة with the drawel من نشوف كلمة with the drawel بانشائك قول هذي انشاء اليونت السادس طبعا انشاء اليونت السادس ملاحظ صغيرة علي العام كان يعني ما اخذ كل الاضواء كان حي المهم السنة ما اعتقد ما اعتقد ما اعتقد العشون انشاء المهم بعد ان نحكي بها انا راح اكون ختمت حلقتي اليوم نشوف كم بمحاضرة جاية and bye bye